حلت وزيرة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بولاية المدية وذلك للوقوف على سير مطاعم الرحمة والعملية التضامنية وكانت لها فرصة لحضور جانب المسابقة القرآن الكريم المخصصة لذوي الهمم وكذا الفضاء التجاري المخصص المرأة الماكثة بالبيت لتسويق منتجتهن في الشهر الفضيلة أطاطية كانت لمعمر العروس كانت فيه العديد من النقاط مصابقة حفظ وترتيل القرآن الكريم بالنسبة لذوي الهمم وهي الطبعة الثالثة بالتنسيق مع قطاع الشؤون الدينية والأوقاف سعيدت كثيرا بقدرات وإبداعات هذه الفئة في ترتيل وحفظ القرآن الكريم وهذه الاستلزمات مرافقة من قبل القطاع وقطاع الشؤون الدينية والتصفية إن شاء الله ستكون في نهاية شهر رمضان المعظم كذلك كانت فيه وقفة للأسواق التضامنية الخاصة بالمرأة المنتجة التي هي مبرمجة على المستوى الوطني من أجل عانت هذه المرأة على تسويق منتجتها ترجمة نانسي قنقر